ايش نفسك تغيير في السوشيال ميديا صناع المحتوى يخافوا الله شوي والشغلة التانية انه المتابعين يفهموا السوشيال ميديا بطريقة افضل يا جماعة احنا كثير مخدوعين بالمجتمعات الغربية طيب هيا بنا قل لك تخيل لو كان الترحال بدون جواز سفر كل فترة نسافر سفرة ابن بطوطة يعني طيب حبيبي شوفي الانسان بيحب الاستقرار ولو حياتك كلها سفر معناها حياتك هي غير مستقرة الانسان يعشق الروتين السفر حلو بمحدودية طيب احكي لك بقيمة الصراحة ما بحس بقيمة السفر اذا ما قعدت وما بحس بقيمة المكان الا اذا سفرت لو فاهم شو قصدي فهي تغيير الحالة هي افضل ما فيها فهل اذا الحياة بدون قعدة وكلها سفر ثق تماما من وجهة نظري حياة لا تطاق لا تطاق ايش نفسك تغير في السوشيل ميديا شو نفسي اغير بالسوشيل ميديا اغير بالسوشيل ميديا شغلتين صناع المحتوي يخافوا الله شوي باللي بيعملوا ويكون اولوياتهم مش التربح كشيء رئيسي اعمل اللي بتحبه اعمل الاشياء اللي تؤمن فيها فعلا وخاف الله فيها والربح بييجي لحاله بعدين والشغل الثاني انه المتابعين يفهموا السوشيل ميديا بطريقة افضل لما بتكره شيء افضل طريقة انه يموت انك تتركه ما تسب عليه اتركه ابعد عنه لو فهمت هاي النقطة رح تنضف السوشيل ميديا بصورة مش طبيعية يعني كل الناس اللي بنتقدوا اللايفات كل الناس اللي بقعد معهم بينتقدوا اللايفات كلهم طب مين اللي بتفرج بالله عليكم جاوبوني اذا كل الناس اللي بقعد معهم كلهم وانا بقعد مع كثير من ناس كلهم بكرهوا اللايفات وبينتقدوها مين اللي قاعد بتفرج عالم موازي لا يعني في حاجات مرات انا ما اتفق معاها بس من باب الفضول وانه يعني بتتمغس كده فتلاقي نفسك قاوم شعور المغصى واطلع اهرب بسرعة اهرب طيب قاوم شعور المغصى اليوم مرة بنحكي لو اللي قاعدين على اللايب بفاقشوا بيط على روص بعض ملقوش اللي يتفرج عليهم والله العظيم لا يسكروه مش هعملوها مش بديهية طيب خليني يتغلب على حالنا تخيل لو انت اصبحت انسان جاهل ما هي ردة فعلك اه لو كنت جاهل غالبا ما راح اعرف اعود يعني يمكن انا جاهل ويمكن احكي كثير صح صح والله ما بعرف السؤال كثير صعب لو كنت انسان جاهل جاهل ايش يعني جاهل يعني مش متعلم مثلا ولا جاهل انك اصبحت انسان جاهل فجأة اصبحت انسان جاهل اذا حستوني صرت انسان جاهل اول شيء تعملوه بالله عليكم اعملوا انفلو وروحوا اعملوا فلو لتخيل بلس حتكون طلعت اليوم حيكون طلع تخيل بلس اليوم بالله عليكم اول ما تحسوني اني صرت انسان جاهل او اتصرف بطريقة فيها جاهل وزاد اول شيء تعملوه اعملوا انفلو لانه مصيبة طيب لماذا المتابع العربي يميل اكثر الى مشاهدة الامور التافهة على مواقع التواصل اجتماعي لا اتفق لا اتفق اطلاقا المشاهد العربي لا يميل لمشاهدة التفاهة بل على العكس المتابع العربي من اكثر المتابعين وعيا يا جماعة احنا كثير مخدوعين بالمجتمعات الغربية والله العظيم احنا كثير مخدوعين مفاكرينهم انهم يعني كل الرقي والحضارة والله العظيم ابدا والله ابدا احنا من ارقى المجتمعات ثقافة وتفكيرا اسلوب الطرح حتى اليوم احنا معلم احنا اليوم عندي قناعة احنا قلب العالم النابض كل العالم نظروا هون على المنطقة اللي احنا فيها احنا بس لسه ما عرفنا وصار لهم عينيهم على المنطقة من زمان احنا اصغر الشعوب على سطح الارض يعني الاكثر شبابا المجتمع مجتمع فتي طيب الغالبية الساحقة من مجتمعاتنا لسه عمرها صغير مش كهلة طيب الابداع كله عم بيطلع من عنا اليوم بدأ التغيير من افضل الاقتصادات في العالم موجودة هون في محيطنا اكثر المناطق اللي عليها نظر ومركز العالم هي هون احنا مش سيئين زي ما احنا متخيلين في عنا تحديات اكيد بكل تأكيد ولكن انا برأيي انه المستقبل كله هون طيب فيه سؤال تاني بيقولك هل بتتخيل انه شكلك له دور بانجزاب الناس للمحتوى اللي بتعمله ايش اعمل هو السؤال هل انا جميل شو اصوي انا جمر ايش اعمل اعيط لا اتمنى انه لا اتمنى انه لا فعلا زي ما ايش او الفرجين كان يقول ايش اصوي يا بم بجنن حلو بيش اعمل بيقولك فكرة تخيل انت نفسك شايفها ناجحة ومفيدة للناس اه مش لكل الناس مش للناس يعني شايفها ناجحة ومفيدة الارض مسطحة ولا كروية كروية والجواب بكلمة واحدة بس اه كروية مين افضل فنان عندك واحد بس واحد حمد عساب حبيب قلبي طيب كيف استطعت تجاوز اكبر التحديات في حياتك وكم استقرق ذلك من الوقت اكبر التحديات في حياتي كانت في مرحلة من المراحل لما فتحنا ساشن كومبني بصراحة وانتو عشتوا معي هاي الفترة صح صح بتذكر اه كيف جاوزتها نفسي اقولكم انه صبر والمحاولة والمثابرة والله هتستغربه يمكن انت ما بتعرف الجواب توصل لمرحلة صراحة اعمل كل اللي عليك بلا توقف ولكن في مرحلة لازم توصلها راقب 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 في مرحلة لازم توصلها وتسوي هيك let go استسلم ايش يعني استسلم يعني سلم امرك لله والله العظيم والله العظيم مش بحكي لكم انت عارف ان احنا بنحكيش بالدين صح صح لازم توصل لمرحلة والله يا جماعة مش قادر اوصف لكم قديش هذا الشيء مهم لازم توصل لمرحلة وتسلم امرك لله بحيث انه الحل بيجي من المكان بدر الشباني لو بتحضر حكي لك كلمة توصل لمرحلة تعرف انه ما في شيء بشري ممكن يساعدك لما تعمل هيك وتسلم امرك لله بيصير شيء غريب عجيب بتصير الشركة تقريبا ممشي حالها لحالها صدقا عم بحكي لكم فمش عارف كيف اوصلكم اياها اوضح من هيك ولكن هذه هي حقيقة والله العظيم طب يقول لك بتنصح ببناء كارير مهنية بعالم البودكاست والسوق الرقمي عيد عيد معلش انا ما سمعت بتنصح ببناء كارير مهنية بعالم البودكاست والسوق الرقمي للمصالح التجارية والشركات بنصح بانك تعمل اشي زي هيك الفكرة حلوة اه في منها كثير انت بتحكي عن ايجنسي زي اللي احنا عاملينها ولكن متخصصة بالشركات والتسويق الرقمي في منها كثير موجود في بالسعودية كم من اجزامبل الرائع لهذه المواضيع الرائع ثمانية احدهم يستعد مساهم بجننه جماعة ثمانية اللي بيعملوا بودكاست ثمانية فكرة اكثر من رائعة ولكن في معلومة اهم قبل ما تعمل اي شيء نصيحة من اخوك من زميلك من اللي بدك اياه اعمل شيء بتحبه اعمل شيء بتحبه بتلاقي حالك فيه وما تخاف بلش طيب ما هو الريد فلاك بالنسبة اليك للشخص بشكل عام يعني شوفوا فيه آفة اذا موجودة بشخص حواليك اخلاع اخلاع الايجو يا جماعة حب الذات اذا مركز الكون هو انا اقسم بالله اهرب اهرب فيش حل فيش حل فيش حل نهائيا لانه هاي هي يعني ابليس هاي صفته هاي هي فأبا واستكبر ها فاذا يعني اذا حب الذات انه انا مركز الكون اخلاع اهرب اهرب فيش ما بتقدر تصلح والله ما بتقدر تصلح شو درست بالجامعة درست كتير اشياء بالجامعة انا خريق عندي باتشلر اوف كومرس عندي بي كوم اللي هي باتشلر اوف كومرس بكادوريوس تجارة اه من الجامعة درست في جامعة بيرزيت سنتين حبيبة قلبي جامعة بيرزيت اه وبعدين رحت تخرجت من الجامعة الاسترالية اللي اسمها ولونغونغ بدين اعملت ماجستير فيه شيء اسمه MSM Masters in Strategic Marketing اللي هو شغلي الان وعندي Masters in Business Administration وان شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله قريبا جدا بدي اعمل دكتوراه بالفلسفة ما انه بحب الفلسفة فحسيرة سلسف بزيادة طيب ده بقولك في اخر بودكاست حكيت انه ما بتربح من البودكاست ليش هو شغلك الرئيسي طيب شغلي الرئيسي حكينا عنه اه اقولنا عنه انا عندي شركة اسمها Sash and Company سكيك شباني and Company سكيك شباني بدر حبيبي انا وبدر عند شركة اسمها Sash اللي هي شركة Public Affairs بتعمل خدمات اتصال للجهات الحكومية في المنطقة وتحديدا في المملكة العربية السعودية طيب هل تعتقد ان القدوة بين الامس واليوم تغيرت مفاهيمها طيب بحكي لكم مثاليات وحياط الله قدوة رسول الله وكل الانبياء طيب وكل الرسل وابوي حبيب قلبي وامي قدوتي طيب اخوي الكبير اختي وكلهم قدوتي بس مفهوم القدوة بحد ذاته في مشكلة في مشكلة اذا قدوتي مختار ليش ما اكون احسن من مختار يعني ليش اخذ كل ما هو جيد في مختار يعني خلي قدوتنا افعال تصرفات مش شخص ترى كثير محدودة فكرة انه يكون شخص قدوتي بس هاي وجود نظري طيب اكتر اشي بخوفك بالحياة اني افقد من حولي كلهم يعني انت انسان اجتماعي جدا افقد من حولي لاني كثير فيهم كثير مش شوي والله يعني كل من حولي يعني انه انه اخسرهم اكون واضح انا مؤمن بقضاء الله وقدره مية بالمية طيب وعارف انه كل من عليها فان مية بالمية افقد كل من حولي خوفي الكبير افقد كل من حولي جراء تصرفاتي فهمت اصدقى انه اكون انسان سيء فافقد كل من حولي طيب كيف ممكن الانسان بعد ما كان شغوف وشغال على اهدافه ممكن ممكن اضيف شغلة صغيرة بس هلا المشكلة انه انه فيه شغلة بحكيها بس فيه الناس ما بتتفق معها انا اسوأ انسان انا بعرفه تفاهم كيف لانه انا بعرف حالي كل حالي يعني بعرف اسوأ افكاري اسوأ حالاتي اسوأ انا بعرف حالي ما حدش بعرف حد اللي حاله مية بالمية فيمكن لانه بعرف انه انا اسوأ شخصنا بعرفه بظل خايف انه هذا السوء اللي انا بعرفه يتغلب علي ويظهر للعلن واسير انا فعلا هيك بتصرفاتي فاخسر من حولي طيب في سؤال بيقول لك هل تخاف من مسئولية تخيل الكبيرة طبعا 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 فوق ما تتخيل البخاف من مسئولية ليش لانه لما بحكي شغلة بحكيها بمحيط المغلق باخد رسك انه انقل المعلومة لعشر اشخاص قاعدين معاي معلومة غلط بينما اليوم لما قاعد بحكي والمقطع في بعض المقاطع بيوصل على تيك توك لستة سبعة مليون مشاهدة خلينا نقول تلاتمائة الف حضروا وفهموا انت عندك خطر كبير جدا انه المعلومة الغلط اللي وصلتها او التغيير السيء اللي وصلته لحياة تلاتمائة الف شخص راح تنسل عنه بيوم الايام لابدك تكون اكثر حذر لما بتعمل محتوى بكل تأكيد طيب يقولك في عصرنا صار من الممكن التأثر بثقافة خارجية وترك ثقافتنا نحن برأيك شو مستقبل هالشي؟ طيب كنا بنحكي كيف انه عن لما السوشيل ميديا فتحت العالم على بعض يعني العالم كله صار قرية صغيرة يعني صار اليوم الطفل اللي موجود في المنطقة العربية زمان كان يتأثر بالحارة تبعته او المدرسة تبعته ابو ولاد عمه او بصحابه او بصحاب اهله طيب شوي شوي صار التلفزيون يجيب له ثقافات تانية من الحارة اللي جنبهم او بقية البلد بعدين صار الساتيليت يجيب له ثقافات مختلفة من مختلف المناطق العربية اليوم اذا بتسأل طفل عمره عشر سنين هون وطفل عمره عشر سنين بامريكا وطفل عمره عشر سنين في كوريا بيعرفوا نفس الاشياء كلهم قادرين يوصلوا لبعض بنفس الوقت هل هذا الشيء ايجابي ولا سلبي؟ هذا فيه ايجابيات وفيه سلبيات شو الايجابيات؟ الايجابيات انه بيتفتح حقله اكثر بيشوف اكثر ولكن بيصير دور التوجيه من قبل الاهل ايش الصح وايش الغلط وشو تأثيرات هذا الشيء على المدى الطويل بيصير دورهم اهم بكثير هون بنرجع بنقول السوشال ميديا ايجابية جدا ولكن يجب وجود رقابة من الاهل انها تنظم كيف الطفل بيستهلك هاي المعلومات طيب بيقلك هو موتخيل مختار بما انه الشبع بطى حاهاهاهاها اهв amo الله en palace eu too احط فترة انه اجمع انا وفروض وشوف سؤال اصل ايوا 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 ايوة يا زول وisko هو موتخيل بس نفسي اعرف مين الشخص الي بيحكي برايسي براسه وبراسي شخص هل هو عقلك الباطني ولا الدماغ يعني ممكن تشرحك ما بعرف. وبحكي براسك مش براسي. بس براسك انت في اصوات. سؤال لك مين طبعا. اللي بصوت اللي براسي هدوء. لا. ما في اصوات. شوف الحوار اللي بيصير بينك وبين نفسك غالبا مش حوار هي افكار انت بتتناقلها وبتحللها براسك. فانت مرات بتشوفها كأنها حوار. يعني معلومة تخيل تاني. على فكرة احنا لما بنحلم بقولك بتحلم باي لغة. انت ما بتحلم بلغة. افكار. الافكار مش لغة هي افكار. بتقدر ترجمها بخمسين لغة. بس تعالي تذكر الكلمات اللي ذكرت بالحلم ما بتقدر. بس انت الفكرة بتكون عارفة. مية بالمية. تمام. فحتى الكلمة اللي بتتذكرها هي فكرة. انت ترجمتها لكلمة. بينما انت لما بتفكر. انت بتفكر. ما بتحكي مع نفسك. يعني ممكن افكر انه انا بتكلم اسباني وبقول في جملة بالاسباني جوه. المهم وصلت. لما حد يحكي لك يحكي لي عن حالك. تمام? السؤال انه برأيك. متى الواحد بالزبط كتر يجاوب يكون عارف حاله. شوف يعني من اصعب الاسئلة احكي لي عن مختار. احكي لي عن مختار. في مليون جملة تقريبا عايزة تطلع في الوقت. وما حعارف اصلا. اه. فمثلا احنا من اصعب الاسئلة اللي بنسألها في مجال عملنا بتعرف انت. لما بنعمل نعمل جلسة بنعمل فيها رسائل الرئيسية للشركة لمؤسسة. فبتنادي مثلا مدير المؤسسة وبتقول له احكي لي عن المؤسسة وصف لي اياها بجملة. من اصعب الامور اللي ممكن تعملها ليه؟ لانه لو بدسألك قل لي عن مختار. فورا يتبادر الى ذهنك. طب مختار مختار مين؟ مختار المصمم مختار المصور المبدع المبدع الفنان الراقي الحبيب العاشق الولهان مين فيهم بالظبط. فانت ايش بنعمل احنا عادة من الجيد جدا انك تقعد مع نفسك وتحاول انك تجاوب على ثلاث اسئلة ما هو مختار شو رسالة مختار وكيف بيشتغل مختار كيف يعمل مختار ما ما هي لماذا وكيف ففي كثير امور كيف افضل طريقة تفكر شو الاهم بالنسبة للك وابدى قيم على اساسه. طيب ده بحكي لك جزء انجليز وجزء عربي في السؤال. هل تعتقد ان نحن نسيطر بشكل كامل على كل افكارنا؟ اكيد لا. بقولك مرة قرأت شغلة كثير مثيرة للاهتمام في كتاب اسمه The Power of the Subconscious Mind. شو بيقولك بقولك انه انت عقلك بياخدك باماكن ما بدك تروحها واذا بتعاند بيسحبك غصبا عنك فانت شو اللي بيصير معك انت عقلك بده ياخدك يفتح مجال حوار معين. طيب بده يفكر بفكرة سيئة على سبيل المثال اللي هو شو ممكن يسير بكرة لو انا صحيت متأخر عن الدوام. يا الله كيف بدي امشي مثلا. هاي الفكرة لو حاولت توقف عقلك انه ما يفكر فيها تسعين في المية عقلك رح ينتصر. بالاخر ليه ليش لانه ما في شيء اسمه تنهي عقلك عن شيء قول عقلك ما تفكر بخزانة صفرة. كل رح تفكر فيه خزانة صفرة طيب قول له لا 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 ما تفكر فيها وما تفتح الباب رح تفتح الباب. اوعد تفكر انه الخزانة من جوه مدهونة بالاحمر. هتشوف الخزانة من جوه مدهونة بالاحمر. ترى اسمع فتحت الخزانة اوعد تفكر انه فيه جوه قطة صغيرة لونها ابيض. هتشوفها طيب فانت شو بتعمل بقول لك مرات افضل طريقة للتغلب على افكارك السيئة انك تعطي مجال لعقلك تقول له حبيبي بدك تفكر بالخزانة الصفرة تعال نفكر فيها شوي. فكر بالخزانة الصفرة شوي. حيزهق ويبطل. اسمع كلامه. يعني عامله كأنه طفل صغير. بدك تفكر انه بكرة محتصان بكير. تعال نفكر حبيبي يلا. حيلاقي انه ما في شيء يفكر فيه اصلا. اه? فبقول لك اخدع عقلك بانك تسمح له يفكر بالشيء قليلا وهو لحاله حيزهق ويتركه. طيب اكثر شيء تأثر في صحتك النفسية ايجابا وسلبا بعد ما صرت مؤثر. اكثر شيء بيأثر بصحتي النفسية الناس اللي بحط حالي معهم. هو تقريبا السؤال بيحكي انه اكثر حاجة تأثرت في صحتك النفسية بعد ما انت بجيت. كل الخير والله الشهرة اصدك اصدك مش الشهرة وجودي على منصات التواصل. كل الخير شوفوا ادخلوا على التعليقات وروحوا شوفوا. يمكن انا كثير محظوظ انه اغلب التعليقات اللي بتجيني تعليقات ايجابية اول ما بلشنا اذا تتذكر مختار كنت كثير ادايق من التعليقات السلبية. فهو ما تتخيل. لدرجة انه في مرات والله العظيم ما اعرف انام بالليل. وصار عندي زي هوس انه. انه شو صار. واصحب الليل اشيك فيه ناس عم بتقول ايش سيء. بعدين بتستوعب شغلة بسيطة مع الوقت انه. اللي بدخل بيسب على منصات التواصل الاجتماعي هو انسان مسكين. والله العظيم مسكين. مش سيء افهم مسكين. من كتر ما هو ضعيف. ومتدايق من نفسه. بعرفش كيف يترجم مشاعره الا بانه يدخل ويسب. يقينا اذا قدامك ما بيقولها. مرة حضرت شغلة لا احمد الشقيري بتجنن. وصل ماشي بالشارع. فلقى واحد يجاهله الشخص. ده الشخيري. طيب. فاول ما شافه بقول له انت شايف نفسك. انت انسان سيء. انا بعت لك اكثر من الف رسالة. ومليون مرة بعدت لك. وما رديت علي. فبقول لك احمد يا شخيري شو عمل. طل يتطلع فيه. بدون اظهر اي مشاعر. بس يتطلع فيه هيك. تركه يحكي وبتسم. تركه يحكي يحكي يحكي. فبقول لك انه كلامه كان هيك. وانت انسان زي كثير. وانت شايف حالك والتكبر سيء. بس انا والله العظيم انا كنت بتابعك. وبكتب لك رسائل. وبحبك كثير. وانا كثير بحبك. وانا اسف ان فعلت. وانا كثير بحبك. والله العظيم انا بحبك. فبقول لك انه لما تركه. هو ايجا غطبان جدا. وفض كل اللي جواه. وهدي. واظهر مشاعره الحقيقية اللي هي كلها ايش حب. فبالتالي لما بتوصل لمرحلة. انا بقول كنت اقول بتتمسح. انت ما بتتمسح. انت بتفهم اللي اللي قدامك قاعد بيسب والله مش قصده. عن جد مش قصده. هو مش انسان زيء. بس هو مسكين. مضغوط. فاثر الايجابي من السوشيل ميديا. زي ما حكيت باول البودكاست. صار عندي طبقة اضافية من مراقبة الذات. ها. المسئولية انه في ناس كتير بتعرفك. بتخليك اكثر حذرا بالتصرف قدام البشر. فالسوشيل ميديا المفروض انها تعملك انسان احسن. اذا ما عملتك انسان احسن. اتركي سوشيل ميديا. في منارة بتحكي كلام كتير حلو. بتقول عدم اظهار رياكشن. بيعطي الشخص اللي امامك شعور بالهزيمة. فعلا. فعلا. اظهار رياكشن. اظهار ردة فعل. انتصار. هو بتكون حاطة سيناريو طبعا. اه. من الاول جاي وحقول كده. ولا واحد. حيرود عليه كده وحينفعل حيرود عليه وكمان كده. احسنت. ولا واحد من السيناريات اللي حاطتها براشد انك تطلع فيه وتبتسم. مستحيل. مستحيل. لو سامعين تاني نخط خيار انه ما حيرود. اه 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 اه. والله عن جد حطوه والله العظيم. فيه شغلة كثير عجبتني بنعملها بالميديا ترينيج بنقول لهم انه العقل ما عنده القدرة على ترجمة الهدوء. الصمت. الصمت. العقل ايش بيعمل. اوكي. بحب النظر هاي انا. العقل شو بيعمل يا جماعة العقل هو اداة لتحليل الشفرة. تحليل كود. فالعقل ايش بيستقبل اشارات من برا. طيب بيستقبل اصوات اذا صوت انفجار العقل بترجمه انه فيه خطر. فايش بيعمل بيعمر الحواس كلها انه ايش تلتفت باتجاه الصوت. طيب اذا العقل حس بحرارة من خلال الجسد ايش بترجم انه فيه اشي ورا مصدر حرارة. اطلع اجمع معلومات اكثر وبناء عليها بيتخذ قرار بالهرب. طيب. العقل. هو الاداة اللي بتستقبل الكلام. اللي سمعته انا من جيريمي. بتحلله. وعلى اساسه شو بتعمل? بتحض الرد وبترد. تمام? والعقل تبعي بيعمل هيك. وعقل جيريمي او مختار او عمران بيعمل نفس الشيء. تمام? العقل غير مؤهل. انه يحلل مش متعود انه يحلل صمت. فاني لما بحكي مع مختار ومختار رد علي بهايك بالضبط. العقل ايش بيعمل? بيشرد. بيقول لك ما في سيجنل داخله. الريسيفر فصل. فبيصير يبحث عن سيجنل. مرات شو بيعمل? بيبدأ يعبي سيجنل. بيبدأ يحكي. فاذا تركت الانسان يتكلم تظهر كل مشاعره مرة واحدة. ليه? لانه بدي يعبي الفراغ الموجود. ما بيعرف يحلل الهدوء. تخيل تصحى وتلاقي حالك مبسوط. تخيل اصحى ولاقي حالي مبسوط والله يا جماعة تقريبا كل يوم بصحى ولاقي حالي مبسوط باكتر من اليوم اللي قبله. تعرفوا انه وانا نايم مرات بكون بفكر انه بدي اصحى عشان يلا بدي كون مبسوط. والله اه.